الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس السابع عشر من دروس شرح رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى وذلك من خلال الدورة العلمية المباركة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع صبره صلى الله عليه وسلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقول ورق ابن نوفل لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا تكلمنا عن صور من إيذاء المشركين والصناديد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كفاه الله المستهزئين قال ابن عباس في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين قال المستهزئين الوليد بن المهيرة والأسود ابن عبد يغوث والأسود ابن المطلب أبو زمع من بني أسد بن عبد العزة والحارث ابن غيطل السهمي والعاص بن وائل السهمي أتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهلكهم الله جميعا في قصة ذكرناها في الرسالة لكن لا نريد أن نطيل على حضراتكم وأنزل الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين كذلك أحبتي في الله جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد المشركون أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فهاجر إلى المدينة وما تركوه بل حاربوه وأكاد أن يقتلونه يوم أحد فجرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقسرت رباعيته أي في أسنانه وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسكه فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابة بالغة حتى أنه يعني أراد أن ينهض إلى صخرة بعدما أصيب فلم يستطع فأقعد طلحة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة أي وجبت له الجنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الإيذاء من الإيذاء النفسي والبدني وكادوا أن يقتلوه أكثر من مرة إلا أنه كان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم أن خرج إلى الطائف قال إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت أرد أن يدخل في جواره فأبى قال فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعال بمكان قال فرفعت رأسي قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني قال فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلان يعني مطيفان بمكة يعني جانبي مكة قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل الصفى ذهبا ويؤمنوا فقال فأنزل الله عز وجل جبريل قال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفى ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذب أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال بل باب التوبة والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء مات كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فمات القاسم والذي كان به يكن النبي صلى الله عليه وسلم مات القاسم طفلا ومات عبد الله طفلا وكذلك يعني ماتت ابنته رقية ثم أم كلثوم ثم ذينب ثم مات إبراهيم رضي الله عنهم أجمعين يقول أنس بن مالك شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في جنازتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض بناته وهي في الصوق أي وهي في النزع الأخير فأخذها ووضعها في حجره حتى قبضت فدمعت عيناه فبكت أم أيمن فقيل لها أتبكين عند رسول الله فقالت ألا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال إني لم أبكي أي لم أبكي من قلة الرضا قال وهذه رحمة إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ولد له إبراهيم فسماه كما قال سميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف وهي المرأة التي ترضعه فيقول أنس فانطلق يأتيه واتبعته فانتهين إلى أبي سيف قال وكان لما ذهب النبي إلى أبي سيف وجد ولده في النزع الأخير فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم وضمه وهو يبكي يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول تدمع العين والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وفي رواية يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وفي رواية ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إن بك لمحزون أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيلوا مات كل أبنائه في حياته وكذلك ماتت زوجته خديجة في حياته لم يبق من أبنائه إلا فاطمة وماتت خديجة التي كان يحبها حبا شديدا وهو القائل عن خديجة رضي الله عنها إنها كانت وكانت وكانت ويقول إني رزقت حبها فماتت خديجة رضي الله عنها في حياته ثم ماتت أيضا زوجته زينب بنت خزيم أم المساكين كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحزن ولكنه صابر لا يقول إلا ما يرضي ربه إلا ما يرضى الله به منه إنا لله وإنا إليه راجعون أحبتي في الله الصبر نوعان صبر على البلاء في الدنيا وصبر على الطاعة فالصبر على البلاء في الدنيا سواء كان في مال أو جسد أو عافية علينا أن نحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا لمؤمن هذا في البلاء في المال أو الصحة أو البدن ونسأل الله العافية أما الصبر على الطاعة فهو صبر على أن نطيع ربنا في العبادة في الصيام والقرآن والقيام والذكر والعلم وغير ذلك كذلك الصبر على إيذاء الناس كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما آمنوا وعملوا الصالحات أصابهم بلاء قال وتواصوا بالحق أي أمروا بالمعروف فنهوا عن المنكر فلما أصابهم البلاء من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قال وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ذلك فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم العافية في الدنيا والآخرة كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والحمد لله رب العالمين